من جهة ثانية بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل موسع ومفصل وقال الرئيس الفلسطيني أنه مستمر في مسعيه للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه مؤكدا على القيام بجهود مع المجتمع الدولي لعقد المؤتمر الدولي للسلام وإيجاد آلية على نمط خمسة زائد واحد لإيجاد حلول فعالة للقضية الفلسطينية وطلب عباس الوزير الأمريكي بالتدخل الفوري لدى الجانب الإسرائيلي لإطلاق صلاح الصحفي محمد القيق والإفراج عن جثمين الشهداء المحتجز لديه كما أشار إلى السعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الأرض والشعب من جانبه أكد كيري أن الإدارة الأمريكية مستمرة حتى اللحظة الأخيرة في بذل كل الجهود المطلوبة لإبقاء حل الدولتين قائما من أجل الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم شكرا